الآن أبسط إنسان يفهم أن الجميع مر بهذه الأزمة أنه عندما يظلم الحاكم عندما تحصل أزمة داخلية ماذا يفعل الحاكم يصدر الأزمة يصدر الأزمة إلى هذا البلد أو إلى ذاك البلد إذا هذا البلد جار أو إلى بلد آخر جار يثير قضية خارجية يثير مشكلة خارجية أو داخلية يشغل الناس عن أصل القضية الآن أبسط ما يثار الآن تثار الطائفية هذا الجانب يعني يظلم ويسرق ويفسد والعراق مثال خير مثال على هذا وما يحصل أيضا في بلدان المنطقة خير مثال على ما نقول إذن يظلم يفسق يسرق يفسد في الأرض وبعد هذا يتحدث ويثير قضية معينة يسخر الإعلام لهذا والأقلام المأجوة فيصبح هو العبد المؤمن والمنقذ وحامي المذهب وحامي الشريعة وحامي الإسلام وحامي الطائفة وحامي القومية وبطل العروبة والبطل الإسلامي والفاتح والمخلص وتصب عليه ويقلد الكثير من العناوين الكاذبة الفارغة إذن تصدير الأزمة صار معروفا عند الناس فالحرب والقتال وإشغال الناس بمعركة خارجية بقتال خارجي حتى تعلن حالة الطوارع حتى يحصل القتل حتى يحصل الإرهاب حتى تصادر الكلمة حتى يلغى العقل حتى يلغى التفكير حتى يقتل الأبرياء حتى يجوع الناس طبعا يقوم بحرب هنا وحرب هناك ومشكلة هنا ومشكلة هناك وتدخل هنا وتدخل هناك